أكدت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر في حضر موت انخفاض تصنيف الإعصار المداري كيار إلى الدرجة الثالثة بعد أن استقر على الرابعة خلال 48 ساعة ماضية وذكرت في بيان لها أن الإعصار سيضعف تدريجيا خلال 48 ساعة قادمة ويتحرك إلى شمال وسط بحر العرب ثم يدخل في حيز كتلة هوائية جافة متمركزة في غرب شبه الجزيرة العربية ليتحول إلى منخفض مداري مطلع الأسبوع القادم على مدخل خليج عدن الشرقي